عزيزي المتابعين اهلا بكم في الحلقة الثلاثة من برنامج مثل شعبي انما في الجون مثل النهاردة بيقول اللي يأكل الضرب مش زي اللي يعده والمثل ده بيوضح الفرق بين اتنين في نفس البوقف واحد بيتم ضربه والتاني واقف يتفرج عليه ويعد الضرب اللي هو بيأكله وهنا المشكلة اللي بتتعبني نفسيا مع الجماعة بتوها التنمية البشرية يفضل يقول لك عافر وتحمل واجه الصعاب وكلام كبير كله نظري وممكن يدمر الانسان لان كله كلام ورق ونظريات ملاش اي علاقة بالواقع يعني مثلا انت بتطلب من واحد بيقوم الفجر يشتغل شغلانتين ومطلوب منه مصاريف وعليه ديون وعنده التزامات انه يقوم كل يوم الصبح يبص في المراية وياخد نفس عميق ويقول عشر مرات انا قوي الشخص ده ساعات بينسى اسم ولاده وممكن ما يبصش في المراية لمدة اسبوع عشان مش فاضي اصلا حقيقي اللي يأكل الضرب مش زي اللي يعده ترجمة نانسي قنقر